السلام عليكم هنتكلم في الفيديو ده عن اول دودة في السستود اللي هي اسمها داي فيلوبوثريام ليتا طيب احنا هنتعرف بس على اسمها عبارة عن ايه داي يعني اتنين فيلو اللي هو يعني ليف لايك شبه الورقة بوثريام اللي هي جروفز يعني دي الدودة اللي عندها داي اتنين جروفز موجودين في بتاعتها زي ما احنا هنشوف في الشكل بتاعه تمام ليتم يعني عريضة عشان السيجمنت بتاعها الماتيور سيجمنت بتبقى عريضة الاسم التاني ليها بروض فش تاب وورم بروض يعني عريضة زي ما قلنا السيجمنت بتاع شكلها عريض تمام وفش عشان بتيجى عن طريق اكل السلامون فش وتاب وورم اتفقنا ده تاب وورم الاسم التاني للسستود زي ما كنا بنقول التليماتود موضوع زمار السماع يقيها الاسم. هي من عيلة الزوتو في اليديا. قمنا بت Book Turtle. العيلة الاولانيه وهي هو الزوتو في اليديا و كان بنوبة عن دة العيلة الثانية كانت Cycle و في اليديا وهي باقيه السجد. فهنا الدي ليتم او دايفايلوب بوثريام ليتم دي من عائلة الزودو فايلي ديا هي ممكن توصل طولها لحوالي عشرة متر بتبقى فلات وسيجمنتل طبعا سيجمنتل لان هي دودة شريطية هي عاملة زي بقرة المناديل كلا بتبقى عبارة عن شرايط او سيجمنت ملهاج بادي كافتي وهيرمافروضيت هيرمافروضيت يعني ما قدرش اقول ان دي دي ليتم ميل والدودة دي ليتم في ميل لا هي الدودة بنقول ان هي قضلة دي ليتم مفيش منها ميل مفيش في ميل هي بتبقى الدودة الواحدة جواها الميل والفيميل جينيا الأورجرنز بل كمان السيجمنت الواحدة بيبقى جواها الميل والفيميل جينيا الأورجرنز ما عندهاش جي اي تي الاضلت بتبقى عايشة في السمول انتستين بتبقى حواليها الاكل مهضوم وجهز كل اللي هي بتعمله بس ان هي بتمتص الاكل ده عن طريق دي فما عندهاش جي اي تي طيب الشكل بتاع بيبعمل ازاي زي ما قلنا في الفيديو اللي فات ان باي سستود بتبتكون من 3 حاجات الاسكوليكس وده الهد بتاعها تمام والنك ده اللي هي الرقبة بتاعتها بعد الاسكوليكس وبعد كده فيه الاستروبيلا اللي هي البادي بقيت البادي بتاع الجسم بتاع الدودة دي. الاسكوليكس ده شكله بيبعمل ازاي? الاسكوليكس بتاعها بيبقى ايلونجيتد زي ما احنا شايفين ولي تو بوثريا قلنا تو بوثريا يعني ايه يعني لي تو جروفز في واحد ظاهر قدامي وفي واحد بيبقى الناحية التانية في الاسكوليكس عشان كده سميناها الضايفايلو بوثريا اللي هي الدودة اللي بتاعها الهيد بتاعها عنده تو بوثريا تو جروفز ده بيساعده الدودة اللي هي تمسك في السمول انتستين طيب بعد كده بعد الاسكوليكس ده بيبقى في ايه بيبقى في النك والنك ده اللي هو الجزء اللي بيتكون منه بقيت جسم الدودة وبعد النك بيبقى الاستروبيلا استروبيلا دي اللي هي البادي بتاع الدودة الاستروبيلا دي بتبقى عبارة اتفقنا في الفيديو ان السيجمنت اول شوية سيجمنت بعد النك بنسميهم اماتيور سيجمنت وده ليه عشان بيبقى الجينية الورجنز مش موجودة فيها اول ما يتكون الجينية الورجنز بتبتدي بقى اسمها ايه ماتيور سيجمنت وهنا الماتيور سيجمنت بتاع الضيفيلوبوثريام ليتن بيبقى شكلها عريض برودرزان لونج عشان كده بنسميها ليتن ليتن معريضة او الاسم التاني اللي هو برود عشان السيجمنت بتاعها بتبقى بالعرض وبيبقى فيها يوترس اللي هو بيبقى شبه الوردة روزيت شابد يوترس وورا اليوترس ده بيبقى فيه بايلوبد أوفري اليوترس هنا بيبقى ليه سيبرت اوبنينج يعني ليه فتحة منفصلة كل ما يطلع الاج بتاعته كل ما تطلع عن طريق الابنينج مباشرة تروح ليه اليومن بتاع السمول انتستن فهي عشان كده ما عندهاش جرافيد سيجمنت يعني ايه جرافيد سيجمنت جرافيد سيجمنت يعني سيجمنت اللي هي عباره عن ديستندد يوترس مليان ايجز جرافيد سيجمنت تمام دي موجودة في بقية السيستود اللي هي العالة التانية بقى السايكولوفايليديا لكن في الزودوفايليديا اللي من ضمنها الدايفايلوبد أوفريامليتم دي ما عندهاش جرافيد سيجمنت ليه لان اليوترس بيبقى ليه سيبرت اوبنينج فتحة خصة بيه بيطلع منها الاجزة على طول مباشرة لبرا لكن لو في العائلة التانية اللي هي السايكولوفايليديا اللي هي بقية السيستود بيبقى اليوترس ملهوز سيبرت اوبنينج فكل ما يطلع ايجز تتخزن جوه تتخزن لحد ما يبقى ديستندد ويطلع برانشز تمام ويبقى اليوترس ده ديستندد ومليان ايجز ويتبقى السيجمنت دي عباره عن سميها ساعتها جرافيد سيجمنت وبقية الارجنز اللي كانت موجودة في السيجمنت يحصل لها اتروفي ما يبقاش فيه بس صلى ايه اليوترس ومليان ايجز مش موجود هنا فهنا مفيش جرافيد سيجمنت طيب جيجرافكا الديستيبيوشن ضيفة اللي بوترن مليتة موجودة فين هل موجودة في مصر لا مش موجودة بس ممكن تجيني مع السمك المستورد من برا اللي هو السمك السالمون طيب موجودة طبعا في امريكا واوروبا اللايف سايكل بتاعتها اللايف سايكل بتبدأ بالانسان اللي هي عايشة قوة السمول انتستان بتاعته دوضة بيوصل ممكن طولها حوالي عشرة متر عملا تاكل وتشرب وتبتل ان هي هتحط الايجز بتاعتها الايجز دي هتنزلي فين؟ في الستول لازمن هنا عشان تكمل اللايف سايكل لازمن تنزل في فريش ووتر طيب في حاجات هني ممكن تنزلي في الستول اه ممكن هنا بقى في السيستود كلهم اللا هنزل في الستول هيبقى الايج وال سجمنت هنا لازمن غرات سيجمنت زلتين في الايج واتش صغير كان اثيtera العشرة ياnicos صغير دها اسمه ميراسيديا هنا اسم جدي ياسم كوراسيديا هو هو شبه الكوراسيديا بيبقى حواليه فيه سيليا يعني اهداب هيبتدي ان هو يعوم في المية لحد ما يقابل الانترميديات هوست الديليتم ليها تو انترميديات هوست هو هيقابل الفرست انترميديات هوست اللي هو اسمه السايكلوب السايكلوب اللي هو برغوث الماء تمام هيدخل جواه الكوراسيديا ده ويتولي شوية ويتحول لحاجه اسمها برو سيركويد لارفا برو سيركويد لارفا معهم ضمن خلال السيكولوب ده هو قبلا هو برو سيركويد لارفا اقوم بتسيكالوب سيكاسي سامكه برو سيركويد لارفا بالاسلك في سيكاينnun ويتحول لحاجه اسمها بليروسيركويد لارفا semanas يجي الانسان بقى هيكل سمكة سلمون مش مستوية كويس وجواها البليلوسوركويد لارفا وهي تدخل جوا الاسمول انتستم بتاع الانسان وتتحول لي لأدلت ضايفة اللوبوثريام ليطا طيب احنا اتفقنا ان ما فيش سؤال بيجي في الامتحان تسمع لي ليف سايكل لكن بيجي ايتمز بقى الديفينيتيف غوست الريسيرفور حاجة دي طيب الديفينيتيف غوست ايه الحاجة اللي عايشة جواي الادلت ستيج الانسان طبعا ما طيب هل فيه ريسيرفور حاجة هل فيه انيمال برضو ممكن تعيش جواه الادلت ستيج اه اللي هي الحيونات اللي ممكن تاكل السمك مش مستوي كويس اللي هما الدوكز والكاتز طيب الهابتات المكان اللي بتاعيش فيه جوا جسم الانسان طيب هنا فيه قلنا تو انترميديات حاجة الفلسطين انترميديات حاجة اللي هو مين السايكلوب برغوس الماء طيب والسكند انترميديات حاجة اللي هو السلامون فش الدياجنوستيك ستيج انا لو الشخص ده شكيت عنده ضيفي لبوثريا مليتا بعمله تحليل ستول هدور فيه على انهي ستيج هدور على حاجتين على الايج وعلى الماتيور سيجمنت احيانا تمام طيب الانفكتف ستيج انسان هيتعيدي بيتعيدي عن طريق اكل السلمون اللي جوائي بقى جوال بليروسروكويد لارفا يبقى الانفكتف ستيج هي اللي هي البليروسروكويد لارفا المودوف انفكشن ايه؟ هاتفقنا المودوف انفكشن نقول فيه حاجتين طريقة العدوى ازاي؟ والانفكتف ستيج يبادع عن طريق انجشها للاندركوكت السلمون فش كونتينينج من البليروسروكويد لارفا اللي هي الانفكتف ستيج طيب فيه بس حاجة هنا معلومة البراتينيك هوست يعني ايه براتينيك هوست؟ فيه فيديو انا عامله بيشرح انواع الهوست من ضمن انواع الهوست اللي هي البراتينيك هوست براتينيك هوست يعني ايه؟ يعني هنشرح المثال هنا ان انا عندي فيه السمك الصغير اللي هو فيه جواه البليروسروكويد لارفا المفوظ ان الانسان هيجي يأكل السمك الصغير ده ويتعدي بالبليلوسرقيد لارفة طيب فرضا الانسان ما كلهاش مباشرة ده السمك الصغير ده اللي جواه البيليلوسرقيد لارفة التاكل بالسمك الكبير بنالج فيش في البحر الا هيحصل ي Serie أول ما هيأكل الفيش اللي جواه البيليلوسرقيد لارفة فالبليلوسرقيد لارفة هتسمع السمك بتاع الTINذائف وتفضل اعتق steady شما هي في في يحصل لها اي حاجة. مش هتتحول لأي حاجة. تمام? لحد ما الانسان يأكل ده ويتعدي بالبلولوسيركويد لارفا اللي ايه? في الانتستن بتاعته. تمام? يبقى هنا بسميه باراتينيك هوست. ان هو احتفظ بالستاج بتاع البلازات اللي هي البلولوسيركويد لارفا زي ما هي في الريستد فيز لحد ما نقلها للهوست اللي بعدها اللي هو الانسان. تمام? طيب العيان هيجي يشتكي من ايه? قوان لو فيه دودة او اتنين بس ممكن يبقى ما فيش اعراض خالص اسمتوماتيك. طيب لو اشتكى هيشتكي من ايه? في انتستاينال سيمتوم. انتفقنا ان اي دودة عايشة في السمول انتستن بتعمل ايه? بتزود البريستاليسيز. تمام? حركة الامعاء. والسمول انتستن مش تقدر تقوم بوظفتها في الامتصاص. فبالتالي معظم الاكلة هنزل في السطول. هيبقى الشخص ده عنده ديرية اسهال وكوليك مغز. ويبقى عنده نوزيا وفوميتينج. كمان هيبقى عنده حاجة اللي هي هنجر بين ولوصف ويت. لان فيه دودة جواه. تمام? الدودة بتوصل طولها العشرة متة. وقعد عملتها كل الاكل بتاعه. فهو على طول جعان وعلى طول ايه بيخس. كمان الدودة دي بتطلع لي توكسنز. التوكسنز دي بتروح للبريين. تعمل لي الانسومنيا وكونفالجنز. كونفالجنز يعني تشنجات. طيب. لو الشخص ده عنده كزا دودة في بتاعته. طبعا كل دودة ممكن توصل لعشرة متر. فهي ممكن تسد الامعاء's. يعني انتستانيل. يعني absolute backup痛ification. يعني الشخص ده ما بيعمل استور ولا بيطلع في ليتس. ريح. تمام? يبقى فيه absolute penstasyon. يبقى انتستانيل. بتساوي تاغت حاجات. الشخص ده يبقى عنده penstasyon. بيرجع وبطنه واجعيه. تمام? يبقى. ده لازم له جراحة حالا. لو هو انتستانيلer. يبقى ده جراحة حالا. طيب. الدودة دي تحب تتغزى على فالشخص ده هيجيله فيتامين بي 12 ديفيشانسي اللي هي البرنشاس آنيميا كمان بتطلع توكسنز التوكسنز اللي بتفرزها دي بتأثر على تصنيع الاربيسيز يبقى سبب البرنشاس آنيميا سببها فيتامين بي 12 ديفيشانسي عشان الدودة بتتغزع عليه وسببها كمان التوكسنز اللي الدودة بتفرزها فبتأثر على تصنيع الاربيسيز هشخص العيان ده ازاي؟ رقم واحد في اي تشخيص اتفقنا وانا باخد هستوري من العيان هايطلع ان هو غالبا جاي من بلاد موجود فيها الديليتم زي اليابان او روسيا او واكل سمك سانامون مش مستوي كويس وجاي لي بانتستاينال وينيولوجيكال مانيفستيشن رقم واحد اطلب له ايه تحليل سهر ورخيص وبسيط جدا اللي هو السي بي سي صورة دم كاملة هلاقي في ايه هلاقي فيه برنشس انيميا اللي هي ماكرو سيتك هايبر كروميك انيميا وعرفنا سببها ايه وهلاقي فيها اسينوفيليا ولا لا احنا قلنا ان اي دودة عايشة فيه الانتستن بشرط ما تكونش بتتحرك ولا بتعمل بنتريشن للميكوزة ولا اي حاجة جهاز المناعة مش هيتعرف عليها ومش هيحس بيها فمش هيبقى فيه اسينوفيليا هنا مش هيبقى فيه اسينوفيليا عند الايه العيان طيب هابتدى ادور برضو على الاج والماتيور سيجمنت في الستولي حين اتفقنا ان الاتنين دول بينزلولي في الستولي لما انا ممكن ابحث عنه عامل عين تسطول وادور علي الاج او الماتيور سيجمنت الاج شكلها عامل ازاي بتبقى شبه الاج بتاع الفاشيولة بتبقى اوفل وابوركيوليتد لها غطى وبيبقى الجنين اللي جوا بيبقى ماتيور طيب الماتيور سيجمنت بتبقى عريضة عشان كده سميناها ليتم طيب اللي بوترين ليتم او بروت عريضة تمام وبيبقى فيها روزيت شابد يوترس احنا مشاور عليه السهم الاسود ده فيه يوترس شبه الوردة ووراء اليوترس ده بيبقى فيه بايلوبد اوفري اللي هو مشاور عليه السهم الازرق هعالج العيان ده ازاي كل الانتستينال سيستودز علاجها برازي كوانتل او نيكلوزامايت بعد ما بدل برازي كوانتل او نيكلوزامايت بروح اعطي العيان ده سلاين بيرج يعني شربه تنزلي ايه الدودة ديه وكمان الدودة دي بتعملي نقص في فيتامين بي 12 فانا بعوضوا بديلوا فيتامين بي 12 برينترا عن طريق الوريد بعمل كنترول ازاي انتفقنا الكنترول فيه سكيمة انينا بجيب الهوست ده يعالجه لو هو مهم يعني متى نقضي عليه لو هو مش مهم وبجيب المودوفي انفكشن واعمل العكس طيب هنا الهوست الانسان ديفينتف هوست هعالجه تريد الباشنت المودوفي انفكشن كان عن طريق اكل السمك السلمون مش مستوي كويس فعمل بروبر كوكينج للايه للفش او لو انا هجمده يبقى بروبر ايه فريزنج اجمده مش اقل من 72 ساعة عشان اقصر البلوس والكويد لارفا اللي هي جواه والسلام عليكم